السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درسنا اليوم بإذن الله سنتعلم خوارزمية البايناري سيريش البايناري سيريش هي واحدة من خوارزميات البحث طبعا الفكرة انت لما تبحث باستخدام البايناري سيريش يفترض من الديتا تكون مرتبة من الصغير الى الكبير لانها واحدة من اساسياتها انها يكون البينات مرتبة الفكرة كالتالي يعني لو احنا عندنا كما امامنا المصوفة اللي امامنا ثوى على الشاشة فيها خمستاشن عنصر من الاندكس زيرو للاندكس اربعتاش وفيها قيم لية ثلاثة ستة ثمانية لعن تينوستين يعني حتى لو كانت المصوفة بتاعك مش مرتبة يفترض انك انت اول خطوة قبل تستخدم البايناري سيريش انك انت تقوم بعملية الترتيب بعد منها ناخده اللو والهاي اللي هو اكبر قيمة واصغر قيمة اللو والهاي اللو سنختصروله بالرمز والهاي سنرمزوله بالرمز اتش طبعا اللو اللو المتل الاندكس الصغير اللي هو عندنا زيرو اللو والاربعتاش حي متلى اللي هو الهاي يعني الفكرة انني هناخد اللو وحناخد الهاي وعن طريق هنطلع المد المد اللي هو شي متلى المد اللي هو اللو زائد زائد الهاي تقسيم اثنين هذا بالنسبة ليش للمد يعني طوى اللو يعني مثلا على سبيل المثال الكي او المفتاح اللي بنبحث او الحاجة اللي بنبحث عليها مثلا على سبيل المثال اثنينة واربعين يعني هندور اثنينة واربعين توا اه ناخد اللو توا اللي هو زيرو والهاي عندي اللي هو اكبر قيمة عندي اللي هي اربعتاش اه سفر زائد الاربعتاش تقسيم اثنين حيطلع عندي سبعة هذا المد يعني توا المد توا منه اللي هو هنا سبعة هل القيمة الموجودة في الاندكس السبعة اللي هي تسع وشرين مساويةة اثنينة واربعين؟ طبعا لا توا من نفس النفسي هل القيمة اللي بنبحث عليها اكبر من تسع وشرين او اصغر؟ يعني للقيمة اللي بنبحث عليها تنينة واربعين وقيمة اللي هي موجودة فيها حاليا تسع وشرين يعني حتكون خراء على جهة اليمين انا سنغير المد اللو حيتغير إلى العنصر العليمين العنصر الحالي اللي هو 7 زايد 1 اللي هو 8 هذا 8 والهاي قاعد كيف ما هو اللي هو 14 ثم حنطلعوا المد من جديد عندنا مد جديد اللي هو 8 زايدا 14 تقسيم 2 8 زايد 14 22 تقسيم 2 يطلع 11 هذا المد جديد لو أنا جيت هنا هذا المد بتاعنا هل العنصر 11 اللي موجود فيها نيت أول اللي هو 47 مساوي للكي اللي نبحث عليها 42 لا غير مساوي منه أكبر هل القيمة موجودة على يميني ولا على يساري موجودة أصل القيمة 42 أصل من 47 فلهذا حنتجه جهة اليسار حنخلي الهاي هنا اللي هو العنصر هذا نعنصر 10 اللي هو 11 نقص 1 واللو قاعد كيف ما هو اللي هو 8 يعني نيت أول بحت بحصور هنا بالطريقة هذه فينغيروا لون الخط ثو نطلعوا مد جديد للعناصر هذه اللي هو 8 زائد 10 لهاي تقسيم 2 8 زائد 10 18 تقسيم 2 يطلع فيها 9 ثو التركيز حيجي على التسعة على العنصر التاسع ثو الكي اللي نبحث عليها اللي هي 42 اللي هي هذه ونالعنصر التاسع في القيمة 36 هل هي مساوية؟ هل وجدت العنصر؟ لا هل 36 42 أصغر من 36 أو أكبر؟ أكبر يعني حنتج جهة اليمين بالطريقة هذه حنخلي المد ثو حنخلي اللو بعشرة 9 زائد 1 بعشرة أنا قاعد في العنصر التاسع ثو والهاي قاعد كيف ما هو عشرة ثو حنطلع مد من جديد اللي هو عشرة زائد عشرة تقسيم 2 يعني عشرة زائد عشرة بعشرين تقسيم 2 حيطلع فيها عشرة ثو التركيز جي على العنصر العاشر اللي هو هنا أمامنا على الشاشة هل القيمة الموجودة في العنصر أو الاندكس 10 مساوية لقيمة البحث؟ نعم 42 هي نفسها 42 وبالتالي تمت عملية البحث خلونا نوضحوا لطريقة بايناري سيرش بطريقة أوضح أو طريقة أخرى يعني هذا اللو العنصر أصغر عنصر عندي وهذا الهاي اللي هو 14 المد بتاعها اللي هو سفر زائدا 14 تقسيم 2 هيطلع عندي 7 هذا العنصر السبع في حارة أن العنصر موجود في الخانة هذه وكي وصلت أن تيجي تبحث لو ما وصلتش حنشوف هل هو أصغر أو أكبر في حارة أنه أصغر حنتج جهة اليسار وفي حارة أنه أكبر حنتج جهة اليسار في حارة أنه أصغر قلنا نتج جهة اليسار الهاي شي ساوي اللي هو 7 نقص 1 هو 6 6 زائدا العنصر الصغير اللي هو زيرو تقسيم 2 هيعطيني 3 تمام في حارة أنني في العنصر الثالث هل العنصر أصغر حنتج جهة اليسار يعني مثلا قاعد هنا توا حنتج جهة اليسار 2 زائد 0 تقسيم 2 اللي هو هيعطيني 1 الواحد ومنه على اليسار فيه الزيرو العنصر صفر ومنه على يمين فيه العنصر اللي رقمه العنصر أو اليندكس 2 تمام في حالة أنه العنصر أكبر من 3 هنتج جهة اليسار بطريقة هذه هنتج جهة اليمين 4 زائدا 6 ب10 10 تقسيم 2 هل أغطيني 5 تمام الخمسة من ويمينها فيه العنصر السادس ومن يسارها فيه العنصر الرابع تمام إذا في حالة أن هذا كلامنا كله قبل في حالة أن العنصر أقل من العنصر اللي هو المد اللي هو السبعة في حالة أنه وكبر هنتج جهة اليمين هنبدأ من العنصر 7 زائد 1 اللي هو 8 إلى العنصر اللي هو رقم 14 8 زائدنا 14 تقسيم 2 هتعطيني 11 تمام في حالة العنصر أنا قاعدة الحداش توا في حالة أن العنصر أكبر أو في حالة أن العنصر أسر هنتج جهة اليمين اللي هو 1 زائد 8 1 زائد 8 هتعطيني 19 19 19 على 2 19 تقسيم 2 هتعطيني اللي هي 9 بوينت هنأخذ التسعة الصغير دائما على يصار والكبير على اليمين سوري أنا قاعديني 9 تمام في حالة أنني في التسعة هيبدو عندي خيرين يما نعدي للعنصر العاشر أو نعدي للعنصر التامد تمام في حالة أنه أكبر من 11 الطريقة هذه يصير 12 زائد 4 12 زائد 14 هيعطيني 26 26 26 تقسيم 2 هتعطيني العنصر 26 تقسيم 2 هتعطيني 13 هيعطيني 13 13 منه على يمينها الأكبر اللي هو الـ 14 وعلي صارها الأصغر اللي هو العنصر 12 مثلا في المثال اللي شرحناه في بداية المحاضرة أو بداية الدرس بحثنا على 42 42 موجودة في العنصر العاشر كما استغرق مني عملية بحث جيت في البداية هنا في العنصر السابع اللي هو 29 ما وجدتش النتيجة نمشي لعند الـ 11 العنصر الـ 11 فيه 47 العنصر أكبر أو أصغر أنا قيمتي 42 نبحث عليها من بدري فمنضطر ناخد جهة اللي صار مشينا لعند التسعة العنصر التاسع اللي هو جم فيه 36 36 بعد منها مشيت للعنصر اللي هو العاشر اللي هو رقم الـ 10 اللي هو وجدت فيه قيمة اللي هي 42 يعني استهلكت مرة 2 3 3 عمليات بيش وصلت في العنصر يعني المرة الأولى اللي وصلت في السبعة بعد منها الـ 11 العنصر الـ 11 العنصر التاسع العنصر العاشر يعني استهلكت أربع مرات عملية البحث بيش وصلت في العنصر تعتبر طبعا سريعة و الـ O اللي وشرحناه في أول درس في قائمة التشغيل الخاصة بخوارزميات وهيك البيانات اللي هو log للـ M طبعا مثلا كيف جت للأربعة هذي اللي هو 0 زايدا 14 15 زايدا 1 تعطتني كديش 16 16 log للبيز 2 للعدد 16 اللي هو هيعطيني خيرة 4 يعني أربع خطوات فقط بيش وصلت في عملية في العنصر المراد البحث عننا نتمنى أن معلومة وصلتكم صدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته